اشتركوا في القناة في كتابه الكافي باب النية في الصوم لا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام الواجب إلا بنية من الليل لكل يوم لما روى حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له رواه أبو داود نعم الحمد لله رب العالمين باب النية في الصوم النية في الصوم واجبة لدلالة النصوص والأدلة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما اعماله بالنيات هذا من جهة العموم ومن جهة الخصوص من لم يبيت الصيام الليل فلا صيام له وهذا حديث صحيح رواه الثلاثة أبو داود والترمذي والنسائي وفي لفظ للنسائي من لم يجمع الصيام من الليل فلا صياماً يجمع العزم وأجمع أمركم أجمعت على هذا الشيء أي عزمت عليه فلا بد من العجم والعجم عدم التردد فإذا عجمت فتوكل على الله فهذا هو العجم وهو معنى النية فلا يصيح صوم رمضان ولا غيره من الصيام إلا بنية من الليل هذا من جهة الأصل لكن هذا في الصوم ولا غيره من عندك ولا غيره من الصيام إلا بنية من الليل لكل يوم لكل يوم يعني ما الصوم الواجب يعني الصوم رمضان ولا غيره من الصيام يعني الصوم الواجب الظاهر يعني مراد بالصوم الواجب كان العبارة فيها عنها صوم واجب كفارة نذر أي صوم واجب ولا بنية من ليل لأن الصحيح أن صوم النافر يصح من النهار وسوف يشيله إن شاء الله لعله يشيله نعم نفع الصوت يعني الكلام في قوله ولا غيره من الصيام قال لا يصح الصوم ولا غيره من الصيام إلا بنية من الليل قال لا يصح مع أن المذهب يصح الصوم بنية من النافر صوم النفل صوم النفل إنما لا يصح الصوم الواجب رمضان أو غيره من الصوم الواجب والقضاء نحو ذلك لكل يوم ولا غيره من الصيام إذا ساقط هنا الواجب إلا بنية من الليل لكل يوم لكل يوم لما روى حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم نعم وهذا حديث قد اختلف بعضهم رواه موقوف مرفوع الصحاب أنه مرفوع الحديث ولا دلها دال على صحته نعم قال رحم الله ولأنه صوم مفروض فاعتبرت فيه النية من الليل لكل يوم كالقضاء نعم كالقضاء ونحوه وعنه تجزئه النية في أول رمضان لجميعه طيب هذا قوله ولأنه صوم مفروض هذا يوضح الماضح يوضح ولأنه صوم مفروض إذن المراد بالصوم الصوم مفروض فاعتبرت فيه النية من الليل وهذه القاعدة الشارع في الشيء الواجب تشدد فيه الشروط وتخفى في الشيء المستحب انظر صلاة النافلة صلاة النافلة ليست كالصلاة الواجبة يجوز أن تصلي النافلة جالسا صلاة المفروضة تصلي لقائم إلا من عذر صوم رمضان وغير من الصوم الواجب أو دم النية الصوم المستحب يجزئ من وسط النهار صوم مفروض وإن صوم مفروض واعتبرت فيه النية من الليل كل يوم كالقضاء ونحوه كالقضاء ونحوه مثل صوم الكفار أو صوم النذر وعنه يعني يا أحمد تجزئ النية في أول رمضان ما عندك في أول رمضان لأنه عبالة واحدة هم يقولون لابد من النية كل ليلة يعني كل ليلة تنوي أنت تصوم الليلة لابد أن تنوي لو نويت الآن ما يجزئك لا يجزئك لو إنسان أغمي عليه قبل الفجر قبل الغروب ما استيقظ إلا بعد طلوع الفجر خلى من النية على هذا لكن الصحيح أنه تجزئ نية واحدة لأنه عبادة واحدة تجزئ نية واحدة لأنه عبادة واحدة وهذا مذهب مالك وهو الرواية الثانية عن أحمد لكن في صوم متتابع صوم متتابع مثل رمضان ومثل كفارات في سيام شهرين متتابعين ومثل النذر المتتابع إنسان نذر أن يصوم شهرا نذر أن يصوم عشرة أيام متتابعة فإذا نوى أول يوم أجزئ لأنه مستصحب للنية هذا هو الصحيح ما لم يقطعها فلو قطع النية مثلا بسفر أو مرض فأفطر أو مرأة حاضت فأفطرت تجدد النية لكن ما دام أن الصوم متواصل فأنت منذ أن تفطر ففي الليل هذه الليلة هي ليلة غد والإنسان حين يتناول سحره ينوي الفطر ينوي الصوم لهذا اليوم ينوي الصوم وكذلك هو مستصحب للنية لا يشترق استحضارها حكما فمن أول يوم أنت نويت ذلك وهذا هو الصحيح ما لم يقطعها وتقدم معنا أن النية المعلقة يتصح في الصوم النية المعلقة مثلا في ليلة الثلاثين من شعبان الناس يتراؤون لهلال هل هو صيام أو ليس صيام ربما شخص ما أعلم إلا من لما أصبح إما أنه نام في الليل والناس حتى الآن لا يدرون هل في الصيام ولا ما في الصيام قال والله يشق عليه أن ينتظر الخبر مثلا وقد يكون في مكان بعيد مثلا ما يصل الخبر وقد يكون ما عنده اتصالات مثلا ويقول خلاص أنا غدا إن شاء الله صائم إن كان من رمضان إن كان من رمضان فأنا صائم إن لم يكن من رمضان فأنا مفتر نية معلقة لكن هو جاهز منك من رمضان الجمهور يقول ما يصح والصحيح أنه يصح لأن النية تتبع العلم ويقول أنا إن كان من رمضان فأنا صائم وهذا غاية ما يستطيع ولا يكلف الله نفسه إلا وسعها فلهذا إذا جزم وقال علقه بنية جازمة فصعب صحيح ولا يكن تردد في النية ليس كالتردد في النية غير لكن هو علقه بثبوت الشهر فإذا ثبت وأصبح فلما أصبح قيل له ثبت أن من رمضان فصعبه صحيح ولله الحمد نعم قال رحمه الله والمذهب الأول لأن كل يوم عبادة منفريدة لا يتصل بالآخر ولا يفسد أحدهما بفساد الآخر فأشبه أيام القضاء نعم هو يقول رحمه الله لأن كل يوم عبادة منفريدة المذهب الأول المذهب لا بد من أن يلوي كل ليلة هو قول الجمهور أصد المذهب الأول لأن فيه روايتين المذهب فيه روايتان لكن إحدى الروايتين تكون قد يكون القول الراجح في المذهب والقول المختار في المذهب هذا غير مسألة الدليل لكن مسألة الدليل يختلف قد يكون القول الراجح في المذهب خلاف الدليل هذا يجري في كل المذهب فيكون هذا هو المذهب المشهور لكن الرواية الثانية خلاف المذهب المشهور لكن هي الموافقة للقول الصحيح ولهذا هو رحمه الله يعني عضدها بمعنى من عقل ولا يفسدها بفساد الآخر يعني بفساد اليوم الآخر فأشبه أيام القضاء أيام القضاء يقولون لابد كل يوم نية وهذا صحيح إنسان عليه خمسة أيام قضاء صام مثلا في شوال صام في شوال اليوم الثاني لابد أن ينوي لابد أن ينوي لماذا؟ لأن هذه الأيام هل يشترطيها تتابع ألا ما يشترطيها تتابع؟ ما يشترطيها تتابع لأن يجوز أن يفطر ويجوز أن يصوم مدام أن يجوز أن يصوم غادا يقول لا ينوي الصوم لأنه يجوز وماذا أصبح يقول نويت لا لابد من نية لأنه صوم واجب فلا يكفي يقول أنا صومت أمس واليوم رصومنا لكن إن كان هو نوى بمعنى مستصحب النية صحيح وليس معنى النية أنه يستحضر النية إنسان مثلا نوى أن يصوم من ثاني شوال يعني نوى أن يصوم أو من سابع شوال أو من ثامن شوال نوى أن يسرد نوى أن يسرد في هذه الحالة نية هذه استصحبها ولم يقطعها يكفي ففي اليوم الذي بعده نوى الصوم نوى الصوم وقد يتسحر مثلا فهو مستصحب لنيته لكن ما دام أنه نوى صام هذا اليوم وغد يمكن يفطر يمكن يصوم لابد أن ينوين بخلاف ما يشترط فيه التتابع فإنه لا تشترط فيه النية ما يشترط فيه التتابع لا تشترط فيه النية في كل ليلة بل يكفي النية الأولى نعم قال رحمه الله وفي أي وقت من الليل نوى أجزاء للخبر نعم وفي أي وقت من الليل متى؟ يعني إنسان هو في الحقيقة الإنسان حين يمسي إذا قلنا عن القول أول هو ناوي غدا من رمضان ناوي ومستصحب للنية يعني مستصحب ما لم يقطعها بفطر إذا قطعها بفطر في هذه الحالة لابد من نية بيسفر كما تقدم بمرض لكن لو أن إنسان مثلا مشافر ولا يدري متى يقدم وهو يفطر في طريقة فقدم من آخر الليل وهو مشافر يجوز الفطر قدم من آخر الليل فنوى من آخر الليل أجزاء امرأة حائط طهرت من آخر الليل أجزاءها النية من آخر الليل أجزاءها النية من آخر الليل لأن جميع الليل محل للنية وذلك أنها قطعت الصوم بالحائط فلابد من نية الصوم ولهذا قال وفي أي وقت من الليل نوى أجزاءه للخبر الخبر متقدم لا صيام لمن يبيت الصيام الليل من الليل من أي جزء من الليل نعم قال رحم الله ولأن الليل محل النوم فتخصيص النية بجزء منه يفوت الصوم نعم لأنه يمكن أن يكون في هذا الجزء نائم فلهذا هو في أي وقت في أي وقت يجزئه لكن يقال إنه في هذه الحالة على ما تقدم أن النية تجزئه ولو لم ينوي إلا من أول الشهر ولا يشترط أن ينوي كل ليلة نيته من أول الشهر نية عن جميع الشهر فأنا لا تريد مثل هذه المسائل نعم قال رحم الله ومن أكل أو شريب بعد النية لم تبطل نيته لأن إباحته الأكل والشرب إلى طلوع الفجر دليل على أن نيته لا تفسد به نعم إنسان كل هذا تفريع على ما تقدم إنسان نوى أن يصوم غدا فينا مثلا يقول في وسط الليل مع أنه نيته معه لكن يقول لا بد أن ينوي فأكل بعد النية هل تفسد نيته؟ لا لأنه ليس محل للصوم الليل ليس محل للصوم محل للصوم النهار مع طلوع الفجر فأكله بعد النية لا يؤثر بل كما قال ابن عباس كل ما شككت حتى لا تشك كل ما شككت يعني في جميع الليل في أي وقت من الليل ما دم تشك كان في طلوع الفجر فلك أن تأكل وأن تشرب حتى يزول الشك لأن الأصل بقاء الليل نعم نقف على هذا فصله ترجمة نانسي قنقر